الدار بودكاست الاختراق الدبلوماسي للدول الإسكندنافية يتواصل بعد ثأيير الضاني مارك للحكم الداتي تتواصل الدينامية الدولية الإيجابية تجاه السيادة المغربية على الصحراء بمزيد من المواقف الدبلوماسية المعترفة بهذه السيادة والدعمة لمخطط الحكم الداتي الذي اقترحه المغرب منذ سنة 2007 فبعد الموقف الثاريخي الذي عبرت عنه في لندا في شهر غشط الماضي أعلنت الضاني مارك اليوم أنها تعتبر مخطط الحكم الداتي الذي تقدم به المغرب في عام 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المصاري الأممي الجاري وأساس جيد من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف وتكمن أهمية هذا الموقف في أنه جاء في بيان مشترك تم اعتماده عقب محادثات أجراها أول أمس الأربعاء بن نيويورك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة مع وزير الشؤون الخارجية الذاني ماركي لاراس لوكي راسموسن على هامش الضورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ووصف هذا البيان المشترك مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بالمساهمة الجادة والموثوقة في المصاري الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف وجدد الطرفان في البيان المشترك دعمهما للمسلسل الذي ثقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان ديمستورا وكذل الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الثابع للأمم المتحدة وتكمن أهمية هذا الموقف الدانماركي في أنه يعزز الدينامية التي تشهدها الدول الإسكندنافية فيما يتعلق بمساندة قضية الوحدة الترابية ولسيما بعد الموقف الذي عبرت عنه الخارجية الفنلندية في غشت الماضي وكانت فنلندا قد اعتبرت المخطط المغربي للحكم الذاتي أساسا جيدا لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر يوم الثلاثاء السادس من غشت بهليمسكي عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونينو لذا فإن الموقف الدانماركي الذي أعلن اليوم يؤكد أن الأمر يتعلق بنفس جديد تشهده هذه الدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغربية ولكن في منطقة ذات أهمية استراتيجية كبرى وتضم دولا وازنة لطالما عرفت في الماضي بمواقفها المتشددة في تناول قضايا النزاعات الإقليمية في مناطق مختلفة من العالم نحن نتحدث عن عواصم مؤترة مثل كوبنهاجن وهيلسكي وستوك هولم وأوسلو ويحدى موقف الدانمارك بأهمية أكبر بالنظر إلى دورها المحوري في كتلة دول شمال أوروبا وعلاقاتها المثينة مع دول أخرى مثل السويد والنورويتش وكذلك انخراطها المعروف في جل المبادرات الدولية سواء السياسية أو الأمنية أو العسكرية إلى جانب دول حلف شمال رطلسي الناثو وقد يشكل هذا الموقف الدانماركي مدخلا إلى اختراق الابنماسية أوسع في المنطقة قد يحقق المزيد من المواقف الإيجابية في المنطقة لذلك يمكن أن نقول إن هذا التدرج في استقطاب تأييد دول شمال أوروبا للقضية الوطنية يعيد بالكثير مستقبلا ومن الممكن أن نشهد قريبا مواقف مشابهة لدول أخرى في المنطقة ويمكن أن يكون لهذه المواقف سأثير وازن في المنطدم الدولي ولسيما في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يعجز هذا الموقف الدينامية الإيجابية حول قضية الصحراء المغربية فحسب بل يؤكد أيضا فعالية الضور الذي تؤديه الديبلوماسية المغربية في حجر المزيد من التأييد والمناصرة لقضية وحدتنا الثرابية ويكشف أيضا ضرورة مواصلة هذا الذخم الديبلوماسي الذي تمكن في ظرف بضع سنوات من تحقيق مكتسبات مهمة لصالح القضية الوطنية بدأت باعتراف أمريكي ثاريخي ثم ثلاثه مواقف دول أخرى وازنة مثل إسبانيا وفرنسا مؤخرا ولعل الدمام الضاني ماركي لهذه الدول الأوروبية يمثل مرحلة جديدة في هذا الذخم لأنه يفتح الباب عن مصرعه لإمكانية تليين مواقف دول أخرى لقال من خدعت بالمقول الانفصارية بدعاوى تقرير المصير المزعوم الدار پودكاست